السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان ازايكم عمين يا رب تكونوا بخير كزا حد سألني ايه المحطة دي ويه بتعمل ايه و ايه وظفتها او ايه شغلها بص يا باشا اولاك هتصال لع النبي سانيا انت اعمل لايك للفيديو وتشتاك في القناة ولسه ما اشتركتش دي راس البير اللي طلعه وفيه فنيات كتير هنتكلم فيه هنا ان شاء الله بإذن الله في الفيديوهات الجاية بحيس برضو تيبوا فاهمين الدنيم بتمشي ازاي اه دي بتبدأ من هنا ايه اه دي الكاب البحاري اهود دخل على القوضة بتاع الانفيرتر هناك ايه جاي من الطاقة وبينزل تحت مع الغطس ويبدأ اشتغل وبطلع لهنا ايه وصلة بتاعتها ده هواية دي هواية عشان ضغط المية تعام وتيجي بعد كده دي محطة الفلاتر اهي فلتر من هنا لهنا ماشي اهو الرمل لو فيه حاجة نزلة هنا في المية بتيجي بسرعة وهي نزلة بتروح مفصولة هنا كده وتروح نزلالي من هنا تعاموا بروح فاتح هنا فيه في قلبها فلتر بص بيطلع لي الحاجة اللي بتطلع منه اول باول بفتحه ايه يخسر ثم بعد كده بص قادي منزل المية والخارج اهو بسم الله ما شاء الله طيب اه دي اه بنفتاحها او بنشغلها ماشي لو انا عايز مية من بره وفي نفس الوقت هنا ايه ده البار بتاع ضغط المية العددات دي بيقول لها البار بتاع ضغط المية فده انا فتحتها علشان المجاميع تحت مقفلة وروح تفتحها من هنا فهمتيني؟ فهنا كل المنظومة دي وصلة ببعضيها علشان نفهم التينية ماشي ازاي ونفهم الامر كله رايح ازاي وجاي من هنا فطبعا انا قفلت كل حاجة هنا اهو لسه تحت بيفتح المجاميع هناك اهو بص كده اهو هناك اهو بالتروسيكل اهو هبطلة بيفتح المجاميع ماشي فهوبل ما يفتح تحت بص هنا ضغط البرات بدأ ايه يزبط هنا اهو تعم بدأت تزبط هنا علشان اعرف معدل ضغط المية في الشبكة بتاعتي كامل طبعا دي مهمة جدا ولازم ان تبقى موجودة لو عندك مساحة كبيرة عشان تعرف تشغل تينيه دك ازاي ادي عداد اهوت هنا فيه قبل ما يخرج وقبل ما يخش هنا في الفلتر بتاعنا ثم ادي عداد اهوت تاني عداد ضغط قبل ما يخش العداد بتاع الحكومة هنا اهوت ثم بعد كده ادي العداد التالت اللي خارج في المؤسير برا طبعا ده كان على ستين دلوقتي اندفهم في حاجة بين دي ستين جلبه دي هواية اهي يعني مش هازة اقترح عشان يختير مش هازة اتغرق طبعا اتغرقت شكرا لكن الحلو اهو كده تعم في فيديو اللي غرقنا مياه ده تعمه دي طبعا موجودة هنا محافز برضو موجودة معنا علشان التنفيس اعمت افتح باشا تطلع مياه على طول اقفل وفي نفس الوقت هنا فيه خرطوم هنا وبرده شغال وفي نفس الوقت السمادة هتتركب فوق عشان تخش من هنا وتبدأ تشتغل معي فالمحطة دي طبعا يعني فيه نمازك اكبر من كده تمام يعني فيه نمازك اكبر من كده ولكن بتتعمل بناء على حسب الاحتياجات والشغل المطلوب في الارض ما بتتعملش عشوائي بمعنى ان انا ممكن اركب محطة زي دي فيها عشر خمستاش وعشرين فلتر معنى ديس ادنى مشكلة ولكن ده كله بيبقى ايه بيبقى بناء على حسب الارض واحتياجات الارض انا عدى هو فلتر واحد موجود هنا والغيار بتاعه موجود عند جواه في الوضوط التانية هنا في وضوط الفلتر علشان كل ما يشل الشوائب اول باول والشمكة بتاعتي ما بتسددش طيب لو دي انا في الوحات البحرية اركب حاجة زي كده لا طبعا لانه مهما انتركب هتتسد الحديد طبعا شيء مختلف ولكن هنا احنا ايه في الوادي في بعض اللي ماكن فيها حديد كتير وفيها ماكن تانية ما فيهاش ولكن بتركب علشان بس المناطق اللي قد يكون فيه شوائف في المياه وقد يكون فيه املاح في المياه وقد يكون فيه ازي ما يقولوا اروبا في المياه فهي تنظفة معاها اول باول تنزلي من هنا في الفلتر ماشي وبنفتح من هنا ايه وح مخرجالي ايه الحاجة كلها جميل فقادي اللي كان بيسألني على ايه هي المحطة وايه شغل المحطة ده هيبقى منفز مدخل السمادة بتاعتني اللي هنحطان لها حد تاني هنا على الحوض وده شكل المحطة لما فتحناها بسلامة ان شاء الله تعام لان كان العدادات وصلت معايا لستة بار تعام وده طبعا جهد جديد انا اه بعمله ولكن لما بختبر الشبكة او بيبقى عندك صور طبعا ده العداد اللي بيفتح ويقفل تعام انا كده بقفل هوت وصنا عايزهوريك حاجة لما هقفل من هنا بص ركز على العداد بص يا باشا قلت من هنا طبعا بص الناحة تانية هترفع من هنا هي وفي نفس الوقت هنا انا كده عندي المحطة بتاعتي تمام ماشيين زي الفل مفيش قدنا مشكلة تعام لو عفلت تاني بص قلت خلص يا شوف بات كام بص الناحة تانية باتعلى معايا واحدة واحدة تعام وضغط الميا هيزيد معايا فطبعا ده شيء احنا بنعمله لما بنيجي نختبر الشبكة بتاعتنا فقط لغير فشوف الضغط هنا قل ازاي مفيش موية نزلة تحت طب لما نفتح بقى بص اوبين على الاخر تعام هيبدأ الضغط بتاعي معايا يزيد ويطلع على تلاتين وانا فتحت المجميع كلها تحت اطلع من اعلى اتنين بار وانا فتحت المجميع بتاعت كلها عشان رايح الموسير لان شغال على حوشة حوشة وشغال على حتة حتة جميل كده بشا فارب بتكون المعلومة وصلت لحضراتكم وارب بتكونوا فهمتوا حاجة وده عدد الحكومة اهو برضو بص يا بشا شغال وبيحسب شغال شغال يا حبيبة خوك اخيرا وليسا اخيرا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة سيب لنا تحت فيه تعليقات تستبصارك وهنرض عليك في اسرع وقت تحاتي لكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله